تفجير في جنوب ليبيا قبل أيام تبناه داعش كان حدثاً توالت بعده الأحداث التي أثارت شهية حفتر لتحرك عسكري هو الأكبر منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 21 أكتوبر الماضي يسين المنفذ الحدودي في قبضة قواته التي أغلقت الحدود مع الجزائر وأعلنتها منطقة عسكرية كتائب المشاة أعلنت سيطرتها على المنفذ المغلقي منذ عشر سنوات ضمن عملية في الجنوب الليبي قالت إنها للقضاء على الجماعات الإرهابية رد المجلس الرئاسي الليبي بوصفه القائد الأعلى للجيش اقتصر على بيان أعلن فيها الحظر المطلق على إعادة تحرك وحدات الجيش وتمركزها إلا بموافقته بيان الرئاسي الذي لم يشر إلى حفتر وقواته بشكل مباشر بدى لينا في مقابل رسالة حفتر قبيل مؤتمر برلين الثاني لتثبيت وقف إطلاق النار حاول فيها إظهار قوته هذا التطور الميدني تزامن مع اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في سرط بحضور الأمم المتحدة التي لا يرى محللون جدولها مع تحالك حفتر على الأرض ويرجحون أن المواجهة العسكرية ما زالت مطروحة إذا لم ترضي نتائج الانتخابات أطراف النزاع وتعود إلى الواجهة تساؤلات عن دوافع هذه الحركة وتأثيراتها على المسار السياسي في ليبيا فهل هي عودة إلى المربع الأول بعد الانفراجة السياسية؟ مدلولات كثيرة لخطوة حفتر التي أتت عقب زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى ليبيا وتصريح حسم فيه الرئيس الجزائري رفض بلاده القاطع لسيطرة قوات حفتر على طرابلس بالتوازي مع هذه التطورات أثرت إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها والمغلق منذ نحو عامين أجواء إيجابية حيث عبر الأطراف عن تفاؤلهم بخطوة جديدة للبلاد نحو البناء والاستقرار والوحدة ترجمة نانسي قنقر